موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب مثنى عبدالله بعنوان الحالة العراقية تحت مجهر هيئة علماء المسلمين يقول الكاتب دأبت هيئة علماء المسلمين في العراق على رصد الواقع العراقي اليومي من خلال إصدار تقرير دوري يوثق ما يدور في عموم البلاد من أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية ويمكن القول إن تقييم الهيئة الواردة في تقاريرها يتصف بالنزاهة بشكل كبير رغم أنها جهة معارضة للعملية السياسية وللوضع القائم في العراق ويعزى هذا الموقف إلى سببين رئيسيين الأول بحسب الكاتب هو أن ليس للهيئة طموحات سياسية متعلقة بمزحمة الآخرين للعصول إلى السلطة وبالتالي هي ليست معنية بتشويه الحقائق وإبرازها بشكل مغير للواقع أما السبب الثاني فهو أن الهيئة هيئة شرعية وليست هيئة دينية بمعنى أنها لو كانت هيئة دينية لاقتصر نشاطها على الأمور الدينية وتركت الأمور الدنيوية لكنها هيئة شرعية واجباتها تغطية الجانبين الديني والدنيوي بما فيها من مشاغل للناس والشأن العام وفقاً للكاتب تأتي التقارير الدورية لهيئة علماء المسلمين في العراق لتفتح كوة في جدار التعتيم العلامي الذي تمارسه جهات عربية وأقليمية ودولية على القضية العراقية ولتوضح بشكل شفاف طبيعة الزيف والحقائق المفتعلة على أرض الواقع فقد تضمن التقرير الصادر عن الهيئة في الحادي عشر من شهر سبتمبر هلول الجاري الحقائق التالية أولاً إن الضجة القائمة اليوم بخصوص انتخابات مجالس المحافظات ليس لها أي علاقة بطبيعة المهام الملقاة عليها في النهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين بل الصراع الأكبر بين الأحزاب للفوز بها قائم على أساس أن هذه المجالس مجرد وسيلة من وسائل الكسب المادي غير مشوع وتثبيت الهيمنة والتسلط على رقاب المواطنين ثانياً إن الاحتلال الأمريكي ما زال قائماً على أرض الواقع مادياً ومعنوياً وإن التفاخر بالسيادة ووجود دولة وسلطات منتخبة مجرد محض خيال والدليل على ذلك ما شهده الواقع العراقي من تحركات لقوات أمريكية في المدن والبلدات العراقية وعلى الحدود عجزت هذه الدولة والسلطات عن فهم مغزاها أو إعطاء تفسير مبين عن غاياتها وأهدافها بل انتابهم الخوف منها وذهبوا لوضع قواتهم وعناصر ميليشياتهم في حالة انذار قصوى ظناً منهم أنهم هم المستهدفون من هذه التحركات ونبقى مع مثنى عبدالله ومقاله الحالة العراقية تحت مجهر هيئة علماء المسلمين يقول الكاتب إن تقدير هيئة علماء المسلمين فضح طبيعة اللعبة السياسية القذرة في العراق فيشير خامساً إلى أن التغييب والإخفاء القسري ما زال ورقة مهملة في اللاجندات المحلية والدولية فبالرغم من أن المنظمات الدولية تشير في بياناتها إلى استمرارية هذه الحالة المتناقضة تماماً مع كل الشرائع الدولية المختصة بحقوق الإنسان لكن عدام الإجراءات العملية بهذا الملف ما زال سارياً بل الأنكى من ذلك أن بعض المتهمين بملف التغييب يتم التغاضي عن جرائمهم في اللقاءات التي تتم بينهم وبين الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان إن التقارير الدورية صادرة عن هيئة علماء المسلمين في العراق تلقي حزمة ضوءٍ ساطعٍ على طبيعة النظام السياسي القائم وعلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي والإنساني في البلاد وأنها تثبت بالدليل الواضح أن النظام السياسي يقف في طريقٍ مزدودٍ سياسي وأنه عاجزٌ تماماً عن تقديم برامج رؤيةٍ حقيقيةٍ للمجتمع كما أن فشله في بناء الدولة الوطنية القائمة على أساس العقد الاجتماعي والأسس الدستورية وحاكمية القانون والحقوق المدنية والسياسية أدى إلى فشلٍ آخر وهو العجز عن بناء نظام المواطنة كنظامٍ جتماعيٍ سياسي وبذلك صنع النظام السياسي القائم مهنة تحدي الأعراف السياسية وجاذبية السياسية لكن بات من الصعب على أي زعيمٍ حزبيٍ أو طائفيٍ أو ميليشياويٍ في هذا النظام الاختباء من العدد الهائل من النكبات التي يتعرض لها المواطن العراقي وإذا قال نابليون ذات مرةٍ بأن القائدة تاجرٌ في الأمل فإن زعماء العملية السياسية في العراق يثبتون يومياً أنهم تجار في السراب والكوارث والمساومات في حقوق الإنسان يقدمونها إلى شعبهم على أنها إنجازات لكن ذاكرة الشعوب ليست الإسفنجة المبارك لفقدان الذاكرة وإلى صحفة العربي الجديد ونقرأ مقالاً للكاتب إياد الدليمي بعنوان مأسسة الفساد في العراق في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني المجتمع الدولي للتعاون مع العراق من أجل مكافحة الفساد واسترداد أمواله المنهوبة على حد وصره في تأكيد منه على أن حكومته ماضية في ملف مكافحة الفساد تماماً كما قالت الحكومات التي سبقت حكومته وليتضح بعد ذلك أنها متورطة فيما عرف بفساد القرن وتماماً كما فعلت الحكومات التي سبقت السابقة منذ سنة 2003 يتناسى السودان وهو يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل مكافحة الفساد أن هذا الملف تشترك فيه بالدرجة الأولى حكومته متمثلة بالأحزاب التي تدعمها والتي انبثقت منها هذه الحكومة قبل نحو عام ويتناسى أن ملفات الفساد التي بدأت تظهر على سطح الأحداث العراقية وخلال عام من عمر هذه الحكومة لا تحتاج إلى مجتمع دولي للمساعدة في فضحها وإنما إلى إرادة وقانون يحمي هذه الإرادة وهو ما لا يتوفر عليه اليوم للأسف لقد وظفت الحكومات العراقية السابقة منذ أولاها التي تشكلت عقب الغزو الأمريكي أموال البلد لتثبيت دعائمها ولأن هذه الحكومات بثقت من أحزاب وقوى سياسية وزعامات دينية فإن أموال العراق منذ ذلك التأليق إنما تذهب إلى هذه الجهات الراعية للحكومات حتى أصبحت تدير تجارة بمليارات الدولارات وتشابك السياسي مع الاقتصادي وما عاد الفرز بينهما أو فك هذا التشابك ممكن لقد صادرت هذه الطبقة السياسية كل شيء في العراق حتى التعبير وحريته الذي تدفعها إن لزم الأمر إلى الشعب وإعلامه من أجل أن يسكت عن فسادها تستعد فرنسا لمبادرة النجر آخر حليف لها في منطقة الساحل في أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو الأمر الذي قد يقلب البصمة الأمنية للغرب في المنطقة وفي مقابلة له مع تلفزيون الفرنسي قال الرئيس إيمانويل ماكون إن سفير بلاده لدى النجر سيغادره خلال الساعة المقبلة وعضاف كذلك ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النجر لأنها لم تعد ترغب في محاربة الإرهاب على حد قوله فيتي هذا الإعلام ليتوج سنوات من تراجع نفوذ فرنسا المستعمر السابق في غربي أفريقيا الذي ما يزال وجوده على اقتصادي ونفوذه العسكري في المنطقة كبيرا برغم من التحديات المتزايدة التي يواجهها من قبل التشكيلات العسكرية والقوى الأجنبية مثل روسيا بحسب صحيفة نيويورك تايمز وصفت السلطات الجديدة في النيجر المعروفة باسم المجلس الوطني لحماية البلاد القرار الفرنسي بأنه لحظة تاريخية للأمة وتعد النيجر دولة عبور رئيسة في طريق الهجرة إلى أوروبا وفي السنوات الأخيرة ضخ الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من الدولارات لحماية مناطقه الشمالية بمراكز العبور ورحلات العودة إلى الوطن ومن الممكن أن يبشر انسحاب فرنسا بتحول في الوجود الأمريكي في غرب أفريقيا وقالت آنيليز بيرنارد مستشارة وزارة الخارجية السابقة التي عملت في النيجر وتشغل الآن منصب مديرة مستشاري لاستقرار الاستراتيجي وهي مجموعة استشارية لتقدير المخاطر مقرها واشنطن يشير هذا إلى بداية نهاية حقبة لكل من فرنسا والولايات المتحدة في منطقة الساحل لقد فشلت الولايات المتحدة في تقديم استراتيجيتها الخاصة حقا لقد كانوا دائما يعتمدون على المقاربة الفرنسية ولكن مع تحول منطقة الساحل إلى نقطة ساخنة رئيسة للنشاط الجهادي واجهت فرنسا خطر البقاء هناك وأصبح وجودها الكثيف على الأرض عائقا وازدهرت المقارنات مع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان قال الكاتب البريطاني سايمون تيسدال إن تنافس بين الولايات المتحدة والصين لن يؤدي إلى عالم آمن ومزدهر أضف في مقال له في صحيفة الجارديان إن الصين والولايات المتحدة تجتهدان في قامة تحالفات دولية أقال إن الولايات المتحدة والصين تقومان ببناء تحالفات دولية متنافسة وستعثر الأمم المتحدة ما يجعل بناء السلام صعبا في عالم متشغذم أقال إن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن منح العضوية لدول جديدة فبعد سنين من رفض عضوية الدول الجارة في البلقان لنقل وداعا في المستقبل لإجماع ما بعد 1945 والبنى التي قادها الغرب مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدول السبع الغنية التي ظلت على رأس شؤون الكون وباختصار فإن ما يجري حاليا هو تنافس من ثلاث طرق فهو يضع النظام القائم الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة الديمقراطي والليبرالي والفاقد مصداقيته ضد الأنظمة العالمية الصاعدة الدكتاتورية والماركنتالية والمخربة وتحت توجيه الصين يبدو أن هناك تدافعا بين الحكومات لخلق تحالفات وكتل اقتصادية ومالية وتجارية أو الانضمام لبعضها وتوسيع الآخر بحيث تتناسب مع الزمن المتغير وتستجيب للمخاوف والأولويات ولا شك أن هناك حاجة للتغيرات البنيوية فنظام الأمم المتحدة يتصدع ومجلس الأمن هامد وتحولت مؤسسات المنظمة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية إلى ساحة حرب سياسية وعلينا أن نكون واضحين فالمعركة لإعادة تغيير النظام الجيوسياسي العالمي ليس عن خلق حياة أفضل وعالم يعمه السلام وتتساوى فيه الفرص فالدول المتوسطة والصاعدة مهما كانت سيتم استغلالها والتلاعب بها من قبل الدول الكبرى كما في الماضي فالتنافس الدولي الجديد يؤججه التنافس على القوة والتأثير والمصادر والخوف المتبادل والآن مشاهدين إلى رسوم الكاركاتيريكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقراها من كل الزوايا والأبعاد لإضاحة الصورة كاملة للمشاهد أينما كان مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار في عمل فني وصف بأنه الأول من نوعه في العالم تعتزم منظمة بريطانية في مقاطعة وستميتلانز البريطانية عرض تمثال يحتفي بالنساء المحجبات والتمثال الذي يحمل اسم قوة الحجاب هو من تصميم الفنان لوك بيري من المقرر أن يزحى عنه الستار في تشرين الأول أكتوبر القادم في بلدة سميثويك قرب مدينة بيرمينجهام يبلغ طول التمثال حوالي خمسة أمتار ويصل وزنه إلى طن واحد تم تصميم التمثال بطلب من منظمة التراث في ويستميتلانز وهي منظمة خيرية تعنى بالاحتفاء بتراث المجتمعات المهاجرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في برمينجهام سبق نفذ بيري أعمالا مثل تمثال تاريخ سوري بريطانيا هو تاريخ بريطانيا الذي تشارك في تنفيذه مع الفنان كنعان براون وهو يعرض في منطقة وينسون جريم منذ أيار مايو الماضي والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف نحتاجين لتأهيل نفسي نحن تعبنين عيائلنا تعبنين ومرضى لما وصلت لمدينة بنغازي لقيت مجموعة الأحمر استقبلونا الحق وكأنهم يرجوا في النازحين دخلت طبعا أنا أول ما جيت قالوا لي شنتبي بس قلت لهم أنا ما نبي شايا أنا لا نبي منزل ولا نبي أكل ولا نبي شرب أنا عندي بنتي من فجعة بنتي مصدومة بنتي حالتها من داورة صحية فبالله عليك مني بي نشوف ديكاتر في أقرب وقت قالوا لي البنت مصدومة والبنت تحتاج علاج نفسي قبل ما تبدأ في علاج آخر جميع ديكاترا أكدوني أن البنت مصدومة وأن هذه تطلع من الموضوع هذا قبل عشان تبدأ في علاجها اللي هو أصلا عندها شلل نصفي من الولادة هي شلل نصفي من الولادة نحن على جنيه وصلنا المرحلة البنت بديت تخطي لكن الكارثة هذه اللي صارت الفاجئة اللي صارت الفقد اللي صار الحزن الألم البنت تفهم البنت بكامل قوة العقلية البنت مشكلتها في كرعيها مش في دماغ فانصدمت تأخرت لاورة يعني العلاج اللي أنا درتها 7 سنين توخر لاورة 7 سنين نحن على شوارع نحن على مدينة المدينة متسحك بالكامل بها لها بناسها بكل البلاء رديت الحوشي من هارا رديت نبكي عش حرفة نبكي من والعلمان وبهذا الفيديو نصل لاختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوة أهدمتم بخير مشاهدين إلى اللقاء